مرحبا برج الجدي اهلا فيك كيف يراك الشريكة والحبيبة 5 سيو هو يراك ان انت ربحت المعركة ولكن خسرت الحرب شريكك يرى ان انت خسرته ويرى ايضا انك رح تدفع الثمن يعني كأنما حطك في باله او لحد الان ما تخلى عن الطاقة اللي شوي انتقامية فقط اليوم الايام مرحبا كيف يراك ملكة الاكواب كأنما هني في نوع من الاحساس بالخسارة تعرف ليش؟ لان هو يرا فيك ان عندك قدرة كبيرة على الحب والعطاء موجودة لديك القدرة بس انت يا برج الجدي يشوفك كأنما وايد صاير في الطاقة الترابية وما قاعد تستخدم طاقة الماء الموجودة داخلك طاقة الحب ثمان الاكواب صار في خسارة ولكن يرا انك انت ايضا للحد الان عاجز ان تتقبل الخسارة او ترحل عن الوضع الشمس نعم حصلت على حريتك ولكن كان مقابل الشمس القمر برج الجدي برج الجدي انت تعامل احتمال مع شخص من برج هلائي او ناري ممكن يكون الاسد والمائي كل العناصر موجودة الحوت ايضا موجود ولكن اللي قاعدة اشوفه هني انه هو يرا ان انت نعم حصلت على حريتك مثل ما اقولك عندنا الشمس عندها خمس السيوف ربحت معركة كانت بينكم كان في خصومة كان في اختلاف كان في تشابك كان في كل واحد يريد ان يكون هو الصح هو المحق يمشي اللي براسه هذا كانت نقطة الاختلاف وايضا كان في اختلاف الرغبات واحد يرغب في الارتباط واحد يرغب في الحرية هو يرى ان في شخص حصل على الحرية احتمال هو ايضا حصل على الحرية ولكن الحرية اتت بثمن صار في خسارة خسر الحبيب خسرك انت وخسر العلاقة نفسها قاعد ايضا هو يخبي مشاعره هذا الشخص قاعد يستخدم الكثير من الطاقة والجهد عشان يحاول ان يداري مشاعره لما احنا نشوف كرة القمر معناته قاعدين نحاول قد ما نقدر انداري نخبي نحتفظ بالشي بعيد عن اعين الناس عشان ما ينتشر عشان ما يقوى وايضا احتمال ان هو يراك شخص تصعب مقاومته فقاعد يحاول ان يقاومك قدر الامكان اللي بعدها ما هي خطوة القادمة تجاهك يا برج الجديد ولكن كأنما هني في نفس الوقت هو يرى ان انت و ام الروح تبعه نوع الحب اللي وجده معك لم يجده في مكان اخر نوع الارتباط اللي بينكم وكأنما هني سبب الخسارة السخيف او تافه فيه طاقة ندم ان هذا الشي اصلا هذا خطوة القادمة رح اظل متحكم بالموضوع بمشاعره وباتجاه العلاقة هذا الشخص ما رح يتنازل هنذكرت برج الاسد هني هذكرت القوة النجاح الوبوح حتى وان كان يداري مشاعره ولكن كأنما هني هو مصر ان ما يفقد السيطرة ان ما يتنازل ما يتنازل عن شنو؟ انت اللي تعرف يا برج الجديد عندنا قلت لك طاقة توأم الروح ملكة الاكواب تحتها ملك الاكواب يعرف انه عشان شذيه هو فيه ندم يعرف انه كأنما سبب الخسارة وسبب الانفصال كان تافه كان بالنسبة له يريته شي ما حصل اوكي بداية جديدة رح يتوجه الى بداية جديدة ولكن مالية تخص المادة رح يصطع ويظهر في اعين الناس احتمال انك تتعامل مع شخص اما هو من برج الاسد او الابراج النارية او ابدا مش لازم ممكن جدا اي طاقة تبع اي كرت يأخذها برج اخر ممكن ان يكون برج هوائي قاعد يأخذ طاقة النار طاقة النار هي طاقة التحكم طاقة الافعال طاقة رح عندي عزيمة رح استخدم كل قوتي كل الوضوح حتى قوة الشمس الشمس جدا قوية كل هاي القوة عشان اضل وان كان فيه قتلك مو سهل ان يقاوم طاقة السلمة طاقته ام الروح اللي بينكم ولكن هذا مصر ان تمشي الامور على طريقة الخاصة كأنما يقول اذا رح يكون بيننا بداية او رجوع يا برج الجدي الامور لازم تمشي على رأيي على حسب رغباتي لان هو كأنما هني قاعد يشوف روح انه هو الصح وهو اللي كان على حق في الفترة القادمة شريكك رح يدخل او حبيبك في مشاريع ضخمة بدايات جدا موفقة من ناحية العملية من ناحية البزنس رح يسمع او يرتد صدا في محيطك حتى يعني احتمال ان انتو منفصلين ما تراهو ما يراك ولكن رح تسمع اخباره في محيط الاحادث بين الناس رح يقولك فلان فتح المشروع الفلاني اصبح ناجح لديه الكثير من العملاء اصبح مثلا كذا هاي نوع من الطاقة رح يركز كل طاقته على البداية الجديدة من زين؟ في رغبة ان يكون معاك اذا الامور رح تكون والكنترول التحكم في يده هو اللي بعدها ماذا يخفيه الحبيب؟ بما ان هنا عندنا كارت برج القمر سوري برج الحوت القمر دائما يتكلم عن مشاعر مخبئة صمت او هام اللي نراه مو هو الحقيقة اربع الاكواب من بعدك انت اصبح غير قادر على ان يثق في الحب نفسه او حتى يسمح الاشخاص ثانين يدخلون حياته في اشخاص في محاولات للارطباط للحب للدخول في علاقات جديدة ولكن كلها قاعدة تبوء بالفشل من داخله في قلبه في شيء انغلق قلت لك هو يعرف بينه بين نفسه ان انت توأم الروح او انت الشخص المثالي بالنسبة له ولكن دام الموضوع ما مشى بينكم كأنما هو راح يصكه يغلقه بكارت القمر يصير له اغلاق يخليه عجم ويركز كل طاقته على الامور العملية امور البيزنس امور الوظيفة الدراسة ولكن للحب هو منغلق السيفين هو في حيرة او لحد الان عنده امل شوف اوه هو معلق نفسه ما قلتلك في الحب اوه ما قاعد يقبل عروض جديدة او ما قاعد يفتح قلبه في سبب عنده امل وراها القمر في امل وان كان بسيط ان يوم من الايام الامور راح تمشي وترجع بينكم عشان شدي هو مخلي الموضوع كله على جنب ما قاعد يتعامل معه ما قاعد يتعامل معه المضيق قدما او حتى انه يدخل اشخاص جديدين في حياته بشكل جاد لان عنده امل في النهاية الامور راح تنحل بينكم ملكة النار ملكة النار شركك ما اخذ جدا طاقة النار وان كان مو برج ناري فارس الخماسيات وثلاث الاغصان اللي قاعد يخبيه عنك احتمال اذا انت كنت ما تدري عن هاي الجانب يا برج الجدي هذه طاقة شركك ملكة النار ملكة انا اريد ما اريده وأريده حالا بالا انت اللي طاقتك فارس الارض الفارس البطيء الحذر اللي يأخذ خطوة جدا حذرة وجدا بطيئة خطواته جدا بطيئة لدرجة انه عندما نراك انه ما هو ما يتحرك ثابت جامد مكانه عندك شخص او شريكك تعب من الانتظار ثلاث الاخصان ممكن يكون انتظار ممكن يكون احساسه بانه العلاقة ثلاثية بانه انت مخلي اما العلاقة مفتوحة او انه مو في العلاقة انه مو في العلاقة بطيئة شريكك كانما هني يقول يقولك اما تعطيني ما اريده الحين قبل الانفصال او لا اريد ان تأتي تجاهي مادري كان يحس انه في شي من جانبك اما متردد كان يحسك متردد في في قراراتك معه في مستقبلك معه او حتى في خطواتك تجاه المستقبل مع بعض لاجل ذلك الشريك او الشريكة قرروا ان شا يقولك انه فعلا انتهاء العلاقة للوقت الحالي افضل لانه ما قاعد يصير فيها النمو بالشكل المطلوب ملكة النار لا تعجب باداء فارس الارض انه فارس يعتمد علي نعم وصادق نعم ولكنه بطيء طاقة النار ما تحب الانتظار اوكي هذا هو اللي يخفي عنك ان هذا الانسان كأنما يقولك عندما تأتي تجاهي خليك مستعد ان تكون تقبل ان انت غلطان مثلا تخلي الكنترول عندي لان انا اعرف ماذا اعمل اوكي وانا اللي اقيد الامور او لا تأتي ما رح اخلي الامور مفتوحة بيني وبينك تأتي وقت ما تريد عندها هاي النوع من الطاقة اللي بعدها رح تكون قراءة العزاب قراءة العزاب اول سؤال ما نقاتم في طريقك ما هي صفاته واطباعه ما نلقاتم في طريقك ما نلقاتم في طريقك شخص ناجح في البزنس شخص مستقل عنده شراكته او عمله الخاص خمس الاكواب ولكن دائما كان فاشل في الحياة العاطفية تسع اسيوف اربع الزغصان عشر الاكواب برج الجديد القادم في طريقك هو شخص استثمر اغلب وقته في الماضي في علاقات فشلت عاطفيا كان جدا غبي عنده نوع من عدم النضوج سرع للكلمة ولكن في سبب ان احنا نخسر كل هاي الاكواب ونعيش في حالة حزن لانه كان كل طاقته وجهده منصبين على حياة العملية على طاقة النار طاقة الاحتفال طاقة التعرف على ناس جدد طاقة اللهو ايضا طاقة الشراكات والبزنس والاعمال ناجح انزين ويأتي من عائلة ايضا يعني ناجحة فيها الكثير من الاشخاص الناجحين فهو اخذ مسار الخاص في حياة العملية وقرر ان يكون صاحب بزنس او مشروع ناجح جدا ومستقر جدا في اموره المالية ولكن غير ناضج عاطفيا ومكركب كأنه ما يريد الارتباط يريد الدخول في علاقة عنده نفس الرغبات ان يكون في حب في زواج مع شريك نعم عنده هاي الرغبة ولكن اسلوبه وطريقة توجهه لأحلامه جدا خاطئة يستثمر الكثير يستثمر الكثير سوري استثمر الكثير في الاشخاص الخطأ كأنه ما هاي الشخص عندك تتعامل وهي انسان استيقظ يوم من الايام من كابوس ادرك انه صار لفترة طويلة حتى ما عاش حالة حب او ما انتبه لشيء اسمه حب في حياته وهو بعيد عن الارتباط لان كل وقته واهتمامه كان منصب على الحياة العملية فلذلك حتى ما عنده شريك يبتدي معاه شراكة يبتدي معاه حب علاقة ما عنده عايش في حالة قلق كثير يفكر في هاي الموضوع قلت لك احتمال انه شخص مو طويل كثيرا يأتي من عائلة مرموقة محترمة عائلة فيها الكثير من الناجحين يحب جدا عمله او ما يفعله من نوع اللي يستغرق في عمله لدرجة تقلق الاخرين حتى ينسى نفسه في عمله هذه هي مواصفاته ممكن يكون برج ناري ممكن يكون ايضا برج مائي اللي بعده خلا نشوف كيف تتعامل معاه خمس خمس الاخصان يجب اذا دخل هذا الشخص حياتك يجب ان تكون واضح من البداية وتطالب بالتغييرات عشان ما تصلون الى مرحلة خمس الاكواب مرة ثانية عنده نمط دائما يخسر الاشخاص او الحب او المرشحين للزواج حتى في حياته بسبب قلة اهتمامه فيهم بعدين يرحلون بعدين يندم فهنيك انما يجب من البداية تكون واضح معاه وتطالب بان يعطيك الوقت والاهتمام والجهد ملكة النار تقول ماذا تريد وتفعل ايضا ماذا تريد ملكة مستقلة تطالب بحقوقها لا تاخذ دعليمات من احد وجدا عنيدة ثمان الخماسيات اذا ما نبهت من البداية الا انه محتاج يقوم بتغييرات كبيرة في حياته عشان يصير بينكم شراكة هذا الشخص رح يضل على النمط له فيه لازم من البداية قلت لك ملكة النار الملكة الواضحة اللي تحب الافعال لازم تبتدي تنبه انه في جانب ثاني هو مقصر فيه في حياته جانب الحب جانب المشاعر جانب الطاقة المائية عندك فارس الماء لازم انت اللي تنبه انه في نقص ثمان الخماسيات هي طاقة الانغماس في العمل ثمان الاغصان هي طاقة التواصل هذا الشخص لازم دائما كأنما تضل بالنسبة له انت مثل المنبه تخلي يدرك انه هو مقصر معك في العلاقة لا تسكت لا تصبر ابدا هاي الطاقة مش محببة للتعامل مع هاي نوعية من الاشخاص لازم من البداية تنبه تكون واضح معاه تخلي يدرك انه هو قاعد يحتى كثير من الوقت هو الجهد لبزنسه لأعماله لأصدقاءه وتطالبه بان يفعل المثل او اكثر حتى معاك انت لازم انت اللي تضع الامور او الاساسيات لعلاقتكم من البداية عندك ايضا فارس الاكواب تنبه ان ينتبه الى شيء اسمه طاقة الحب احتمال هذا الشخص يحب الاحتفال كثيرا يحب الاحتفال يحب الدراما من الابراج النارية يشرب كثيرا يستمتع كثيرا يحب التغيرات في الحياة العاطفية مستقر في عمله ولكن في الحياة العاطفية دائما يغير الاشخاص سبق له الخطوبة او الارتباط المؤقت كذا من مرة كذا مرة يعني كان خاطب او مرتبط ولكن دائما يتفركش الموضوع بسبب عدم استقرار الخاص لازم انت هنا ايضا تكون حاط في بالك ان هذا الشخص رح يتطلب مني الكثير من العمل وراح يكون مهمة سهلة تغييرك للشريك القادم في طريقك مهمة صعبة في الطلب الكثير من الجهد والوقت ولكن بالطريقة الصحيحة بالتواصل والعمل مع بعض التواصل والعمل والحب ثلاث عوامل ثلاث عناصر رح تحتاجها رح تستطيع كأنما تحوله الى شخص ثاني تحوله الى شخص حتى يبادر عاطفيا وهو اللي يتصل هو اللي يسأل هو اللي يتعلق فيك هو اللي يدور عنك اوكي رح تشوف اذا في مواصفات شكلية اكثر بالنسبة لكم نحس ان المواصفات الشكلية ما ظهرت في الأوراق الأولى أربعة مع أربعة سبق له الارضباط حتما احتمال انه درس في جامعة مرموقة درس في جامعة مرموقة او سافر من أجل الدراسة في الخارج ولكن كان او هو قادم من سفر من أجل الدراسة من أجل العلاج من أجل التدريب مر أيضا بهاي المرحلة يحب حياة الليل يحب السهر الحفلات ما عنده طاقة الفارس اللعوب ولكن يحب انه يتمتع العربة وست الأخصان انت قاعدت تتعامل مع شخص سنه مو كبير حتما رح يكون يعني شباب في عز شبابه يعشق السيارات يعشق السرعة يعشق يعشق أيضا السفر يحب الانتقال كثيرا وفي نفس الوقت بين عائلته هو كأنه مدلل مش شرط انه وحيد أهله ولكن مدلل جدا عند أهله وأمه وطلباته أوامر لذلك لما انت تتجي وتطالب منه بأي شيء ما رح تقدر على طول تحصل منه نتيجة يطلب الموضوع الكثير من العمل قدتلك طوله متوسط جسمه وسط أيضا ما يعاني من أي سمنة أو حتى نحافة بزيادة وسط يحب أن يلبس الملابس الرياضية أو الكاجول الملابس العادية الشبابية طاقته جدا شبابية هذا الشخص يحب أيضا الهوايات اللي فيها ممارسة رياضة مثل الكورة أو عنده يشجع فريق ما بتعصب هذا هو الشخص القادم في طريقك رح ننتقل إن شاء الله إلى قراءة المرتبطين المرتبطين ممكن يكونون في علاقة حب في خطوبة أو حتى في زواج أول سؤال كيف يراك الشريك في هاي الفترة العربة تحاول التحكم بزمام الأمور كأنه ما عندك خوف أو قلق من أن الأمور تفلت من يدك تخاف من التغيير تريد البقاء على حالك أوكي وأيضا صار شوية شكك شريكك يحاول أن يساعدك أن تصلح عقد عندك أو تتشافى من خوف عندك نوع من الخوف دائما ملكة السيوف تحمل سيفها قريب من قلبها من أجل أن تحمي نفسها ودائما مستعدة أن تسحبه قبل حتى أن ترى برهان مادة محسوس مجرد أن تحس إن في شيء غلط تسحب السيف على الأشخاص على الموقف على الموقف اللي أمامها برج الجديد شريكك يرى أن تتعامل مع برج هوائي يوجد جزاء ميزان يوجد طاقة برج القوس وأيضا الأبراج المائية ولكن شريكك يرى هنا أيضا برج السرطان شريكك يرى أن تخاف من التغيير تحارب التغيير لا تريد التطور تريد المحافظة على الوضع كما هو العربة هو كرة التحكم تريد أن ما أدري ليش كأنه هنا عندك نوع من طاقة فصل الأموال فصل الأموال تريد أن تحصل كأنما أيضا على وقت تختلي بنفسك تريد أن تعمل على مشاريع بعيد عن شريكك شريكك يرى أن أنت كأنما مع بعض في الشراكة أو في العلاقة لا تريد التغيير أو التطور أو أن أن تنمو تنتقلون إلى مرحلة جديدة ضد أنت هالشيء ولكن في نفس الوقت من ناحية المالية أو بشكل عام تريد العمل على أمور جديدة لوحدك عندك طاقة الشخص الأعزب المستقل تريد كأنما تستثمر أموالك على راحتك في مكان ثاني مشروع ثاني بدون تدخل الشريك مو مستعد أن تتقبل من المشاركة الملكة اللي ما تشارك هي ملكة السيو تحكم لوحدها تقرر لوحدها وما تستمع حتى لأراء الآخرين أو ما تثق بأراء الآخرين كأنما إحتمال أنت يا برج الجدي سويت شراكة أو قررت قرار مالي من قبل ولكن القرار ما كان صائب فشريكك يحاول أن يستقل شوي بأمواله بعيد عنك في الفترة القادمة أو سوري ممكن أنت أيضا خذ الجانب اللي يناسبك أعكسها بما يناسبك أو احتمال يا برج الجدي بالضبط احتمال يا برج الجدي شريكك يرى أن أنت قاعد تتصرف بأموالك وكأنما أنت شخص أعزب وشريكك من البرج الهوائي معاجب بالوضع أن أنت تتصرف أثنينكم موجودين في الوضع العربة فيها حصانين فرسين ولكن في نفس الوقت تتصرف وتقرر وتغير ملء إلى إرادتك الشخصية في العلاقة أو في الشراكة تتصرف بالأموال تخطط تنثث كله لوحدك تأتي لشريكك تعطيه فقط قرارك ما تناقشه ما تسأله ما تقرر معه شركك يراك بهاي الطريقة ما هي نقاط قوتك لبرج الجدي في العلاقة أو الشراكة نقاط قوتك تستطيع التعافي سريعا أو خلينا نقول مو تعافي برج الجدي معروف أنه يفكر كثيرا تستطيع أن ترى بصيص الأمل حينما الآخرين ينسحبون عشر الأخصان طاقتك على التحمل والاستمرار جدا عالية الآخرين قلت لك ينسحبون أن تبقى لأنك جدي لأنك قوي لأنك أرضي ومهما أخطأت ترجع لشخص الذي تحبه ست الأخصان من نقاط قوتك يراها الشريك أن أنت أمام الملأ أمام الناس بين الأهل بين الأصحاب تعطيه اهتمام أو مكانه خاصه الشريك جدا معجب أو يحب فيك هذه الخاصلة أن أنت تنصفه أمام الناس وعندنا أيضا كرت الساحر الشخص الذي يستطيع أن ينجز المستحيل الشريك أو أنت بطبيعتك يا برج الجديد أنت تستطيع أن تنجز المستحيل احتمال أنك أيضا تتعامل مع برج كتلك هوائي دلو أو حتى ناري عندنا هنا أيضا كبرج الجوزاء دلو ميزان من نقاط قوتك أنه عندما ينسحب الأخرون ويفشلون وما يرون الأمل في الموضوع أن ترى وظل مواصل مواصل العمل مواصل للاجتهاد تتحمل المسؤوليات أجين عندما ينسحب الأخرون أنت تبقى أنت عندك طاقة البقاء طاقة الاستمرارية وفي النهاية حتى لو كان في صعوبة تواجهها بشجاعة عندنا الطاقة النارية تواجهها بشجاعة وتنجز للأخرين أخبروك أنه غير قابل للإنجاز في النهاية ترجع لحبيبك حتى وإن أخطأت ترجع لحبيبك دائما عندك أمل في الرجوع أو عندك أمل في العلاقة آخر شيء ماذا تفعل لي كي تطور العلاقة أو تحافظ عليها؟ العدالة برج الميزان برج الجديد عشان تحافظ أو تطور على العلاقة شريكك اللي من البرج الهوائي أو حتى ممكن يكون أي برج ثاني يطالب منك الاتزان العدالة كأنه ما هني أشوفك يا إنك تكون جدا مستقل عنا وبعيد وعندك أمورك الخاصة اللي تشغلك أو إنك تكون معاه في طاقة احتفال طاقة الاحتفال ولكن الاحتفال هني عندنا ثلاثة أكواب شريكك من أجل أن تحافظ علي أو تطور العلاقة أحرص إنه ما في طرف ثالث لدخلات من طرف ثالث بينكم تعلم إن داخل العلاقة داخل المنزل تكون فقط أنت وهو ما تدخلون بينكم أي طرف ثالث في صنع القرار في الاحتفال الاحتفالات الخاصة اللي بينكم في المناسبات اللي بينكم إذا كان مثلا عيد زواج أو عيد ذكرى معينة أحرص إنه ممكن للناس تدري ممكن للناس تدري خليك شوي متكتم وخل عندك اتزان لا تبتعد لدرجة إن شريكك حتى يفقد الأمل إن أنت ترجع ليوم من الأيام محتاج أنت شوي التوازن إن أشوفك هني أنك دائما مبتعد في أفكارك الخاصة أو إنك جدا قريب أقرب من حبل الوريد مع شريكك أنت محتاج إلى الاتزان أيضا كرت العدالة هو يعني الأمور القانونية إذا في صار عندكم نوع من الإجراءات القانونية بسبب استثمار مالي قرار مالي أنت والشريك تتخذته في السابق حاول أن تعالجه بأقرب وقت حاول أن خلاص تنهي الموضوع ما تخلي يظل يؤثر على حياتكم إذا كان عندك زواج سابق أبناء سابقين أو حتى الشريك عنده حال الوقت أن أنت تقطع الأشياء الباقية من الالتزام السابق القرار السابق الاستثمار السابق حال الوقت أن أنت تقطعه وعندك أيضا طاقة رجوع للحبيب كأنه ما صار لك فترة مبتعد عنه قلبا وإذا ما كان جسدا ولكن قلبا أنت مبتعد عنه الإمبراطورة وآخر شيء ملك الأرض كأنه هنا نصيحة لك أن تشجع الشريك أو تنظرون إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل أكبر لأن هنا أشوف فيه احتمال للحمل أو كأنه ما يقول لكم هذا شيء إيجابي إذا كنت تحاولون الحمل والإنجاب للمتزوجين فهذا الحمل اللي راح تخوضونه في الفترة القادمة إن شاء الله راح يقربكم أكثر لبعض راح كأنما يصير فيه رجوع للعلاقة أفضل من السابق دائما يا برجس الجديد تنظر مع الشريك إلى السابق في العلاقة في البداية شلون كانت ولكن في الحمل في الارتباط في الزواج إذا ما كنتم الزوجين إذا عرضت على الشريك الزواج صار زواج صار حمل هذا الشيء تأكد كل الأمور الثانية اللي كانت تتخربط تكركب علاقتكم راح تختفي أنتو فقط محتاجين أن تكونون مع بعض في علاقة أو في زواج وأقرب ويكون فيه عرض جاد من قبلكم أو من قبل الشريك والحمل يعني أشوف الحمل راح فعلا يقربكم من بعض وينهي مشاكل كثيرة كانت تواجهكم في السابق عزيزي برج الجديد وينهي كانت تواجهكم في السابق